عقود بعد الكارثة الرعب النووي يعود لأوروبا ومجدداً من بوابة أوكرانيا المنشأة التي شيدت لتعوض المحطة المنكوبة تحولت إلى قنبلة موقوتة وبذكرت شرنوبل ومرة أخرى يتعامل المهندسون مع الأزمة تحت رقابة بنادق روسية أما تأثير الكارثة فلن يكون إلا بعواقب دولية الاتهامات متبادلة بين موسكو وكييف ولكل روايته الثابت أن القوات الأوكرانية ملت مشاهدة الروس ينعمون بالأمان داخل محطة نووية بحجم مدينة أما منطق الرواية الروسية فينفي مصلحة لروسيا في تفجير محطة تحت سيطرتها ومسؤوليتها وبذلك هي ترفض دعوات مغادرة المحطة ولا تفهم مقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة تقترب من السيطرة عليها بالكامل الحل حسب الكريملين بسيط ولا يحتاج إلا لزيارة المفتشين الدوليين للوقوف على الحقيقة السيطرة على المحطة النووية الأكبر في أوروبا يتعدى السيطرة على المعاني الرمزية شركة إينارغاتوم الأوكرانية التي تسير المنشأة أكدت أن موسكو تستعد لوقف تشغيل المحطة وهو ما اعتبرته استفزازاً سيفقد البلاد أكبر مصادر طاقتها ويزيد مطالبها نحو داعمها الذين يعانون من أزمة طاقة ووقود غير مسبوقة علماء حذروا من خطورة إيقاف عمل المفاعلات التوقف المفاجئ وغير الآمن قد يتسبب في كارثة نووية أكبر من تشيرنوبل أما طيار آخر من الخبراء فقد أكد أن وقف الإنتاج يعتبر الخيار الأحسن تقنياً إلا أن الثغرة التي سيتركها إنتاجها فتعد ورقة ضغط أخرى بيد موسكو السيناريو لا يخدم زيلنسكي ولا حل ينهي الأزمة غير مغادرة الروس للمحطة وفي أسرع وقت حسب قوله أوراق الطاقة عديدة ويزداد مفعولها كلما اقترب فصل الشتاء سلاح لن تفرط فيه موسكو بسهولة حتى وإن تعلق بمحطة نووية تحولت من رهينة إلى مصدر رعب عالمي